توصلت دراسة حديثة إلى أن مادة بي بي آي الكيميائية الموجودة في زجاجات المياه البلاستيكية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هذه المادة تؤثر على حساسية الجسم لهرمون الأنسولين المسؤول عن تنظيم استقلاب السكر وتحويله إلى طاقة أجريت الدراسة على أربعين شخصاً بالغاً قسموا إلى مجموعتين تلقت المجموعة الأولى جرعة يومية من بي بي آي تعادل خمسين ميكرو جراماً لكل كيلو جرام من وزن الجسم وهي الكمية التي تعتبرها وكالة حماية البيئة الأمريكية آمنة أما المجموعة الثانية فقد تلقت علاجاً وهمياً أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لمادة بي بي آي شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في حساسية الأنسولين بعد أربعة أيام فقط بينما لم يظهر هذا التأثير في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تثير تساؤلات حول السلامة الحالية للجرعات الموصى بها من بي بي آي وأكدوا على ضرورة توخي الحذر بشأن الإفراط في استخدام زجاجات المياه البلاستيكية كما حذروا من أن التعرض لأشعة الشمس قد يؤدي إلى إطلاق مركبات سامة من البلاستيك مما يزيد من المخاطر الصحية ترجمة نانسي قنقر